مليون مبروك لمنتخب المغرب طبعا انا عمري محلل كرة الصلاة وكده لكن انجازة عظيم رفعوا راسنا زي منا مكاتب كده فخر العرب بجد لما منتخب مغربي نجوم بجد عظيمة يوصل نهائي كأس العلم من القرات وامرها ما حصلت وكمان ياخد بطل القرات في العالم لا شيء جميل وناس لازم نشكرهم ونحييهم انجاز عظيم احنا من زمان انا واحد مصري مثلا اتولدت في اسرة ابويا كان بيحب الكرة يعني ابويا كان برح سنة النادي الاهلي ولكن 67 والحرب والنكسة اتجه الى شغله في الشغل في الشركة يعني فلكن كان بيحب الكرة اتولدنا في كاس العالم الجزائر في كاس العالم نشجع الجزائر انا بشوف ابويا بيشجع الجزائر اشجع الجزائر المغرب الجيل بتاع الزاكي ومصطفى البياز وضلمي كنت صغير بس بالشغل الفطرة الفطرة دول زينا شمال افريقيا جزائر تونس مغرب مصر ليبيا مش عايز انسى دول يعني دمنا واحد رحنا واحد لنا واحد احنا شبه بعض فشيء جميل جدا ان انا لازم كنت اطلع اخواتي كتير على الفيسبوك احرجوني مبارح قالوا يا خبتين يعني حتى مش عايز تطلع تتكلم على فريق كرة الصلاة المغرب الانجاز اللي عمل والله ابدا بس انا عشان ما بحللش المطشاط دي انا راجل محلل كرة القدم 11 ضد 11 لما هحلل بقى الصلاة وخمس لعيبة وتاعي بقى انا حاجة حاجة ما درستهاش وما ليش فيها وما لعبتهاش قبل كده بقى لعبنا طبعا الصلاة بس دي لها لها اداء ولها قانون ولها حاجة تانية خالص فانا مفتيش فيها يعني لكن انجاز عظيم انجاز عظيم انا بتابع المباراة النهاردة بجد والله كام كام تلاتة تلاتة طب ربنا يسهل اربعة تلاتة لا انجاز عظيم وباذن الله يكفي ان فرحتونا اي انجاز بيشيل كاس واحد عربي بيشيل كاس احنا كاس ايه بطولة ايه المهم خد بطل العالم لازم نساقف له مليون مبروك وان شاء الله مع الانجازات دايما ومنعارف في كاس العالم الكبار منتخب المغرب يعمل لنا مفاجأة عظيمة خصوصا ان البطولة عندنا هتلاقي جمايارنا صوتها مسموع وكلنا هنشجع المغرب ونشجع تونس ونشجع السعودية ونشجع قطر ونشجع كل ما هو عربي شكرا شكرا شكرا